في يوم القيامة ده برضو الآية القرآنية وصدنا بيقولين هنا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن أيوان والآيات أخرى إن الإيد تتكلم والقدم يتكلم فكأن الكلام أصلاً أنت ملكش علاقة أنت من يتكلم ومن يصمت ومن يعترف ومن لا هذا ليس شأن البشر هذا متفرع من ملك الله عز وجل من الذي أعطاق القدرة على الكلام؟ الله سبحانه وتعالى من الذي جعل البهيمة خرساء؟ الله قدر عليها ذلك اليد التي تبتش والرجل التي تمشي والقلب الذي يتمنى واللسان الذي يتحرك والأنفس التي تشم والأذن التي تسمع كل ذلك سيعطيهم الله عز وجل الإذن يوم القيامة بأن يتكلم كل عضو بما عمل لماذا؟ لأن الإنسان حينما يأتي يوم القيامة يجادل يعني حتى يوم القيامة لا يتأدب يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسه حتى في يوم الحش تجادل ربنا سبحانه وتعالى يقول يقطع هذا الجدل كفى بنفسك اليوم عليك حسين أيوان تعالي يا يد ماذا فعلت فعلت كذا قلت بالك يا رجل ماذا فعلت فعلت كذا وقالوا لجلودهم حتى الجلود تشهد الجلد وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء كل شيء يعني الشجرة ستنطق وكل شيء سينطق أمامه أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يا الله رسالة شديدة التحذير طبعا طبعا لأنك يعني مهما فعلت من فعل واستخفيت فيه اختفيت فيه عن أعين الناس فإن الله عز وجل مطلع عليك وإنه محاسبك ولذلك كان أحد الصالحين قبل أن ينام يقول الله ناظر إلي الله معي الله شاهد علي يا سلام فإذا كان الله عز وجل ناظرا إليك وكان الله معك في كل وقت وفي كل لحظة حتى لو خلوت بنفسك وكان الله شاهدا عليك فلا تفعل شيئا يغضب من يراك ويعلم ما تخفيه ويحاسبك